في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع الشباب استقبل قطع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وفدا من الشباب المشاركين في الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية والذي نظمته وزارة الشباب ورياضة بمشاركة وفود من 11 دولة عربية ضمن فعاليات عام الشباب العربي برعاية رئيس الجمهورية وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع الشباب استقبل مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وفدا من الشباب المشاركين في الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة وفود من 11 دولة عربية للتعرف على إمكانات المركز التقنية واللوجستية النهاردة معنا 39 جمعة مصرية ودولية وأهلية معنا 11 دولة عربية الهدف من الملتقة أننا خلق جيل إعلامي جديد واعي مدرك أهمية الخبر وأنه يكون خبر صادق تعتبر هذه الزيارة زيارة مهمة جداً وإضافة كبيرة لطلبة أقسام الإعلام من مختلف الجامعات والكليات في مختلف الدول العربية التعرف على الإعلام الأمني ومسؤولياته ومهامه والإمكانيات الهائلة اللي شفناها اليوم حقيقةً جداً مهمة يمكن كانت تخفى على كثير من الطلبة ما كانوا على علم فيها الهدف هو توضيح لقيدات الشباب الإعلامية العربية من مختلف الجنسيات قام الوفد بجولة داخل القطاع للتعرف على طبيعة عمله والدور منوت به في تعطية كافة فعاليات وزارة الداخلية في توضيح الحقائق وبث الرسائل الإعلامية التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بصورة احترافية سواء كانت مقرؤة أو مسموعة أو مرئية اليوم كان مبهاري أكبر أكيد لأنه لمست عن قرب الجانب الإعلامي الأمني كيف يصير هنا في مصر حس أمني عالي جداً مصداكية دكة أداء رائع فربنا يهنيكم ببلادكم ويهني الشعب المصري فيكم أنتم رأيت أن هناك متخصصين متخصصين وأشخاص يعنون بمتابعة الشائعة ورصدها والتحقق منها وتوضيحها لرأي العام وتوضيحها للمواطن أنا حقيقة مظهورة، أنا أتفاجئت، أما جيت قد إيه التكنولوجي اللي بيستعملوها من أول الميديا منترين للأدتينج والتسجيل الصوت الحاجات تجهيزات بأعلى مستوى بكل الليتس تكنولوجيز ودي حاجة رائعة اللي شفته في الزيارة اليوم إنه كيفيش المعلومة الصحيحة تصل للمواطنين كيفيش حتى لو كانت مغالطة أو المس من هيبة الدولة كيفيش الأمن، الأعلام الأمني يتدخل بالوقت وكيفيش السرعة المطلوبة الزيارة التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى تؤكد على الدور الكبير الذي يتمتع به قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية في نشر الوعي وإيصال الفكر السليم إضافة إلى التأكيد على القيم الإعلامية التي تعزز الهوية والثقافة العربية نشاهد مختلف التقارير عبر شاشة التلفاز كنا نشاهد قيمة جيدة ولكن الآن رأينا كيف تتم متابعة وكيف يتم إخراج وإنتاج هذه البرامج كان لازم يحصل زيارة زي كده عشان يعرفوا قدي إيه وزارة الداخلية ودور الوزارة ودور المركز فإن هم يقدموا الصورة اللائقة والصورة صحيحة الخاصة بالإعلام كنت حاط مستوع معين للجودة ولكن فاقت كل التوقعات التي عقدتها في داخلي قبل زيارة بابنا الوزارة وخاصة المركز الإعلامي وما رأيته من جودة عمل وتقنيات متقدمة وأفكار ميرة تعمل من أقل مصر بصراحة أهنيكم عن إنتاج رائع والله يحمي مصر من الفئات الضالة ومن كل الفئات تحاول تستخدم شعوبها في شيء ما يستاهل فمصر هي بلد من الثاني وحين نجينا بلد كروم نتعلمنا عندكم منذ القدم وما ظن نتعلم نتطور في شيئا كثيرة يعني أنا شايفة أن فعلاً يعني كل الطلبة بتوقع كلية الأعلام محتكين أن هم يجوا هنا يشوفوا اللي احنا شفناه النهاردة لأن أغلبنا ما يعرفش كل الجهود دي يعني أغلبنا بيشوف المنتج النهائي ما يعرفش إيه اللي اتعمل قبل كده علشان نوصل للمنتج دي الملتقى يهدف إلى إسقال خبرات شباب الإعلاميين المشاركين فيه واطلاعهم على التجارب الإعلامية الناجحة للاستفادة منها والذي يعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إحدى هذه التجارب التي تسهم في تنمية الوعي وتوضيح الحقائق والتواصل مع المواطنين اشتركوا في القناة